عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعا مع وفد فرنسي يضم سياسيين وكتابا وصحفيين لشرح موقف مصر بن عدد من القضايا الهامة وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء قال إن الدولة المصرية تركز على البناء والتنمية ولا تدخل في صراع مع أحد وأنها حريصة على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع الأطراف الدولية كما تناول اللقاء الحديث عن سياسات مصر في التعامل مع التغير المناخي ومواجهة الفكر المتطرف ومبادرة حياة كريمة